ما لدى الآن دخول الحضانة سن امتى ده أكتر حاجة شكلة باللأمهات أدخل أولادي الحضانة امتى طيب هو في ناس ما بيبقاش عندهم الاختيار فإحنا من الأول كده عايزين نتفق أن الموضوع ده ممكن يوجع قلب أمهات كتير لأن في أمهات بيبقوا مضغوطين فلو أنا قلت حاجة ممكن واحدة تانية تقول إيه ده بتقول كده فإحنا عايزين نعرف السن المناسب من وجهة نظرك بس برضو هنتكلم لو الأم اضطرت تعمل إيه بالزبط أنا من وجهة نظري دايما السن المناسب هو أول لما الطفل يبدأ أنه هو يعبر عن نفسه بمعنى إيه يعبر عن نفسه يقول كلمات بسيطة يكون بيكون جمل بحيث أنه لو حصل حاجة يجي يحكيها لي أنا ما بحبش أن أنا أوذي الطفل وهو بيبي خالص لأنه لا هو محتاج للسلبات مفيش أي قدرات أو خبرات هيقدر أنه هو يتعلمها وهو بيبي لكن أول لما يبدأ يعبر عن نفسه أول لما يبدأ يكتشف العالم في الحالة دي نقدر نقول أن الحضانة جاوقتها يعني على بداية سن السنتين لو الأم زي ما احنا قلنا في بداية لقاءنا عندها ظروف مضطرة نهية ودي ابنها وهو عنده ثلاث شهور مأسر ده حقيقي خلاص احنا بناخد كلنا كستات الأجازة ثلاث شهور الأولانيين الشغل بيقولنا يلا لو اضطرت تعمل كده ساعتها تعمل إيه؟ تبدأ أولا أنها ما تحسش بالذنب يعني أنا بطلب منك نهون على نفسك لأن أنا بشوف حتى أمهات كتير بيبقى قلبهم واجعهم جدا وبيبقوا حاسين بالذنب وبيبقوا شايلين فوق طاقتهم لكن في نفس الوقت أقدر أقول لهم على فكرة هو أن هم هيروحوا الحضانة مش هيحصل لهم أزم آه ممكن يكون الأفضل أنكم تفضلوا قاعدين معاهم بس لو أنا ما عنديش الإمكانية دي وما عنديش الفرصة دي يبقى أنا بتصرف بالمتاح قدامي هعمل إيه؟ هبدأ أتقبل الفكرة وأخذ أفضل الأشياء بقى اللي الفرصة دي هتبتهاني هبقى عارفة أن أنا بالعكس ده أنا ابني هياخد مناعة ده أنا ابني مش هيبقى متعلق بيه بشكل مرضي هيتعود على العالم الخارجي أسرع فآه زي ما فيها مساوئ قد تكون فيها مساوئ أنك قلبك بقى هيوجعك وابنك للسبيب وننزل فيه بدري الصبح وبدري وإحنا الأمهات بكاترة في حتة تقنيب الضمير لنفسنا دي أه طبعا وهي الأمهات بطبعها قلبها بيبقى رهيف وخفيف ويعني وعلى طول حسة بالزم فأنا هقول لهم لا ما تحسوش بالزم قرار دخول ولادنا الحضانة المفروض أنا كأم أعمل للوحدي ولا نقعد تخيني أنا وجوزي في البيت ولا نقعد مع بعض كده ونعمل قاعدة كده حلو رأينا نتكلم ونوصل لحل وسط فيه طبعا اعتبارات اللي هي الاعتبارات المادية هنحطها طبعا في الأول كده خالص فلو الاعتبارات المادية دي محطوطة يبقى القرار ده مش هيبقى قراري أنا الوحدي ده هيبقى قرارنا كأسرة علشان نعرف احنا يعني ماديا هنروح فين لازم يبقى برضو غير بقى الجزء اللي هو نقدر نقول العملي اللي هو المادي في الجزء التربوي هل انت مقتنع كأب ولا مش هتديني الدعم الكافي ان انا اخد الخطوة دي لانه على فكرة احنا مش بناخد الطفل كده ونروح رميينه في الحضانة وخلاص لأ ده فيه حاجات بتتعامل قبل وفيه حاجات بتتعامل أثناء وفيه حاجات بتتعامل بعض أكيد فكرة الحضانة أصلا كفكرة انت معيها ولا تتديني شايفة لو احنا كعيلة متفقين وشايفين ان احنا ماديا قادرين وده وقت منسب ان احنا ندخل ولادنا وبيتكلموا وحيقولوننا لو جرانهم حاجة ندخل أصلا ولا ما ندخلش لو عندي الاختيار طبعا ندخل ليه لأن يعني معظم الدراسات اللي اتعاملت مقارنة هنلاقي أن الأطفال اللي بيخشوا حضانة بيبقى تحصلهم الدراسي أحسن بيبقى قدرتهم على أن هم يكونوا علاقات اجتماعية أحسن السقة بالنفس بتبقى أعلى وبيبقوا في حتة تانية خالص غير الطفل اللي بيخرج من البيت مرة واحدة يترمي في المدرسة الأمهات دلوقتي هي بتدور على حضانة قويسة مش بتحط في دماغها معايير بعينها بيفارق معها قوي أن الحضانة دي تاخد ابني تعلمه كل حاجة ينفع تعلمه له عشان لما يروح الانترفيو بتاع المدرسة يتقبل شايفة ده صح؟ ولا لا؟ هو دي اللي يولام فيها المدارس مش الحضانات لأن يعني لكن إحنا لو فكرنا إيه أصلا هدف الحضانة هي أنا من وجهة نظري هي هدفها مش أنا مدخلة حضانة يا جماعة ولهو هيروح للمدرسة عشان يتعلم يقرأ ويكتب أنا دلوقتي بقيت أسمع عن حاجات غريبة حاجات عجيبة فعلا أنه بدئين يعلموهم مناهج ده مش المطلوب خالص أنا مطالب مني يعني حتى برة المطالب أن الطفل ده بيطلع من الحضانة بيكون جمل بيغني بيمسك مقص بيلون لكن دلوقتي الحضانات بتدي منهج وحاجات قوية جدا ودسمة ولازم أصلا بقى فيه انترديو لدخول الحضانة ده حقيقي يعني دخول الحضانة نفسه ما بقاش ته أنا شايفة أن ده طبعا يعني حاجة مبالغ فيها بتحط ضغط مش بس على الطفل لكن بتحط ضغط على الأهل كمان المعايير المفروض الأم تحطها في دماغها عشان تدخل ابنها الحضانة دي أنا متطمنة من الحضانة دي أول حاجة نسأل يعني أخذ خبرات الآخرين تاني حاجة أن أنا أروح أبص بنفسي أنت كأم لازم تروحي تستكشفي لازم تروحي تدوري خشي الحمام بصي عليه خشي المبخ بصي عليه قبلي المشرفات وإعرفي هما بيتعاملوا إزاي مع المواقف يعني حطيهم في مواقف مثلا لو ابني عمل حاجة غلط أنتوا هتعقبوه إزاي فكل الحاجات دي أنا من حقي كأم أن أنا لازم يعني زي ما أكون بعمل لهم انترفيوه لأن أنا مين اللي هأمنه يعني أسيب له ابني أو أسيب له بنتي وأمنه عليه لازم هأعمل له انترفيوه وانترفيوه صعبة جميعاً نستعد إزاي لدخول الحضانة؟ نستعد نجهز ابننا إزاي بقى؟ بزاق طيب أول حاجة أنا لو إحنا هنعتبر إن إحنا هنمشي باللي هو المفروض أو الصح تماماً اللي من وجهة نظر يكون بيبدأ إنه هو يكون جمل فده معناه إن أنا هقدر إن أنا أعمل معا نقاش فأنا هبدأ أقول له على فكرة إحنا هنروح مكان المكان ده اسمه الحضانة وابدأ من الأول خالص وكأني بحكي له حكاية أبدأ مثلاً ممكن أفرجه على صور أفرجه على فيديوهات للحضانة أبدأ أخده ونروح نشتري حاجات ده هنشتري لبس عشان نروح به هنشتري مثلاً شمطة عشان نروح به بالزبط أبدأ إن أنا أحمسه إن إحنا رايحين حتة هنتعلم فيها حاجات كتيرة هنرسم لو هو مثلاً بيحب الرسم هقول له ده إحنا هنك هنرسم لو هو بيحب الكرة إحنا هنك هنلعب لو هو بيحب يتعامل مع الأطفال ده إحنا هنك هنتعرف على الأطفال كتير تاني حاجة أو جزء تاني بقى مهم جداً إن أنا ما عملش نقلة الحضانة دي ولو قردي فيه نقلات كتير في الحياة طفل جديد ما بالزبط ولو فيه مثلاً طفل جديد يبقى أنا كإني بقول له أنا برميك إحنا بننقل وقت بتاع البيبي الجديد ده وتفضل على الحضانة على طول بحقيقة لو أنا بغير بيت هو قردي متوتر هو قردي مش مرتاح فأنا أروح أحطه كمان على مجتمع جديد وغريب تالت حاجة أنا ماينفعش كأم لو أقدر طبعاً أنا برضو عشان مش عايزة أحط الضغط على الأمهات اللي معندهمش للاختيار إحنا بنخاطب الأمهات اللي عندها للاختيار فإن أنا ماينفعش أرميه وأجري لازم أبقى مزبطة الجدول بتاعي بحيث مثلاً لو أنا في الشغل هبقى مستأذنهم يا جماعة معلش أول أسبوع ده استحملوني هاجي متأخر شوية هكون موجودة أنا هكون موجودة بس هاجي متأخر شوية مثلاً عشان هعود معاه أول يوم خالص ربع ساعة 20 دقيقة ومش همشي وسيبه سجأة عشان في حضانات كتير بتعمل كده امشي 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 اجري اجري وإحنا هنتصرف وإحنا هنتصرف اللي بيحصل إن أنا بسبب للطفل صدمة وبخليه يفقد الثقة في أمه للأس يهي ثابته فلأ أنا مش هسيبك أنا هاجي أخدك الساعة كذا ولو قلت له هاجي أخدك في الوقت الفلاني لازم ألتزم بالمعاد اللي أنا هقوله له الأمهات بقى اللي بتبقى قاعدة في البيت وموديه أولادها حضانه يبقى عندها شوية حتة أنا مكتئبة على فكرة إن هو راح الحضان هو كان مالي عليها البيت وبنلعب وبنتكلم طول النهار وفاجأة ابني اللي قاعدة جنبي ده مش موجود الأم دي مفروض تعمل إيه بقى عشان تجمده هي عايزة هي تجمد هي اللي عايزة تجمد النقطة دي حلوة جدا زي بالظبط الأم اللي ولادها مرة واحدة بيخشوا الجامعة إي ده هم راحوا فين زي الأم اللي بنتهب تتجوز دي كانت مالية عليها البيت هي في مراحل بنمر بيها ولازم نتقبلها الأم هي اللي محتاجة تجمد وتحط في اعتبارها إن أنا بستثمر إنه هو لما هيخش المدرسة هيبقى جاهز هيبقى أقوى هيبقى أحسن هيبقى عنده ثقة بنفسه هيعرف يعمل صدقات فدايما تفكر نفسها دايما بإن هي بتعمل حاجة لمصدحته هنطلع فاصل ونرجع نكمل حديثنا معيكو استنوا من وإنت حدت بيبي دوشني ويعيني سنة والتانية روشني آي يا فرحتي وبردو يا مأساتي ماما داد أم ماما داد أم عندك أولادات دي وعندهم كم سنة؟ بنت اسمها أمينة عندها سنة وأربع شهور معي أحمد خمس سنين وكندة سنة بنوتة عندها سنة وعشر شهور عندي أحمد وعندي شهد ست سنين وأربع سنين دخلت الحضان ولا لأ؟ أها دخلت الحضان ولا عندها تمن شهور ليه؟ الحضانة زيحية كويسة جداً الأطفال بتنامي قدراتهم اللي اتنين دخلوا حضانه ولا لأ؟ أحمد دخل حضانة لكن كان دا لسه طيب كيندة مدخلتش ليه؟ لنها لسه سنة الطفل في السن ده يعني بيبقى محتاجة أن يعني يمون طويلة رعوه أكتر أنت شايف أن ده السن المناسب؟ ولا بادري عن كده؟ حسنة كده طرفيه مش مش حاجة ضروري لا مش حاجة ضروري أنا وديت ابني الحضانة حسيت أن هو ما تنماش في حاجة يعني ما كانش عنده إضافة يعني فريدة دخلت حضانة ولا لا؟ لسه شوية لما تم سنتين أفع من كده أنا حضرتك شايف أن السن المناسب لدخول الحضانة هو سنتين؟ لا أنا متردد شوية ممكن بعد سنتين لأنه ممكن يحصل لها أي حاجة فمش هتعرف تتكلم مش هتعرف تحكي يعني خايفة عليها بس مش أكتر ساعات بنسمع عراء أن الطفل اللي بيفش عند سن مثلا سنتين بينمي مهاراته بيشغل دماغه بيبقى اجتماعي أكتر أنت مقتنع بدور لا لا؟ بلعب دور الحضانة يعني بوري لها الأرقام بوري لها الحروف يعني أنا مش مهم لدور الحضانة بس لسه شوية عند الحضانة بس أنا شايفة أن هي طوارت مهاراتها بسرعة جدا يعني ما كانتش بتحبي بقت بتحبي ما كانتش بتقف بقت بتقف مشت بقدري بتقول كلام بتتفاعل معي بطريقة أنا بشوف أن هي وسط أصحابها اللي مش بيروحوا الحضانة أن هي مختلفة شوية لو كنت زهقتي في يوم وقلت الجوزك أنا عايز أدخل الحضانة عشان أنا مش حافظة طول النهار وليل قاعدة بالولاد عايز أفصل شوية من حقيب عندي مي تايم زي ما بلوك تبتقي كان حيوفق ولا لأ؟ لأ أنا ما أقول يعني ما أتخذتش في الوضع إن أنا أقول له مثلا أنا زهقتي أعيز أود إبني حضانة وكده لأ طبعاً لأن هي وجودة في البيت لتربية الأطفال دي أولويات هي دي بقى النقطة اللي عايز أسألك فيها أنت شايف أن الطفل اللي بيقعد مع مامته بيترب أحسن من اللي بيروح حضانة في سن صغير؟ لأن في البيت طبعاً بيبقى رؤية قدام الأم أفضل بكتير من الحضانة لأن الحضانة بيكون عدد فصعب جداً إن هي دا تسيطر عدد كلها في التصرفات مفيش مرة زهقتي قلتي أنا عايزهم يروحوا حضانة عشان أعرف أشم من نفسي أنا مشوية الصبح عامل أي حاجة؟ لأ صراحة لأ ما ينفعش طبعاً يعني ليه؟ النسانة ديت يعني صعبة جداً يعني وبعدين هي ست بيت يعني مفروض تبقى أيا فضل عشان بشي جداً متشكرة شكراً رجعنا لكم تاني ونكمل حوارنا مع أستاذة نوها النحاس أخصائية نفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية إحنا في نقطة وقفين عندها نوتي في التقرير جملة قلت الحد كتبتها وجودها في البيت عشان تربية الأولاد طب هل الأم دي عايزة تشم نفسها شوي؟ ساعات بنشوف في بيوت كتيرة أن الأم دي قاعدة في البيت بس هي تعبانة خصوصاً يا جماعة مع الطفل التاني موضوع صعب صعب الأم التي يحتاجها أي شباكة تنفس منه مش قادرة فعايزة ودي أولاد الحضانة تلاقي الأب بيجي يقول لها طيب ما أنت قاعدة في بيت بتعملي إيه يعني؟ الطفل الأم قاعدة في البيت الحضانة كويسة ليه؟ إحنا بنكلمهم بقى بشكل علمي ولا لأ؟ هي الحضانة يعني رائعة مش كويسة لأن أنا الهدف بتاعي من الحضانة مش جليس أطفال شغلة جليس الأطفال مختلفة خالص جليس الأطفال ده اللي هو بيقعد ويرائب الأطفال ويعمل كده هو الأهالي اللي معطار ده بتفتكر أنه هو ده اللي بيحصل في الحضانة لأ الحضانة أنا بشتغل على اللغة بشتغل على القدرات اليدوية بشتغل على القدرات الاجتماعية العقلية الذهنية كل شيء أنا يعني بني آدم بنمي أنا بني آدم لما هيجي يخش المدرسة بنحس بالفرق بسهولة جداً ما بين الطفل اللي كان في حضانة ما بيبقاش مخضوب نفس الخضة اللي الطفل التاني بيبقى موجود فيها ده دي نقطة أنا لو بتكلم عن الطفل طب والأم الأم اللي هي مسؤولة عن كل ده يعني لازم هي كمان أن هي يبقى عندها شوية وقت لنفسها زي ما قلنا وقت مي طايم وقت لنفسي أشم نفسي شوية الصبح وانت عارف يا فاطمة في حاجة مان أنا خدت بالي منها جداً أنه طبعاً أما أقدرش أعمم بس معظم الأمهات اللي بيبقوا قاعدين في البيت مجبرين والأولاد مش بيروحوا حضانة بالإجبار بالشكل ده بيطلعوا عصبيتهم على الأولاد من غير الأم ما تحسوا بدون نية وحشة بس بتطلع كلها ما في أولادها أو بتبقى سايباء قاعد بيفرج على التلفزيون وهي مسك الموبايل لكن الأم التانية بيبقى فيه بيبقى وحشها إذنها فلما بترجع بتعمل اللي احنا بنسميه بقى الكواليتي تايم اللي هو الوقت اللي بنعمل فيه كل حاجة حلو حشان قاعدين مع بعض عدد ساعة قليل مش بالكم هو بالكيف يعني الأمهات بقى اللي بتودي حضانة وبتودي أولادها كمان ساعات إضافية عشان شغلها المتأخر دي بقى ما تضيقش نفسها تركز إن الموضوع وقت كويس نبقى مركزين فيه مع بعض بالعكس ده أنا هقول لها انت الساعة أو الساعتين اللي انت ممكن هتعوضيها مع ابنك أو بنتك بجد وأكدلك إنه هم ممكن يكونوا بعشر ساعات أم قاعدة مسك الموبايل وسايب الولد بيفرج قدام التلفزيون بالضفط وإحنا بنتكلم في بداية حوارنا قلتلي لازم أشتغل عليه قبل ما يخش الحضانة وكمان وهو في الحضانة أحببه إزاي بقى في الحضانة لو الحضانة كويسة صعب جدا إن الطفل ما ينبسطش ممكن فيه أطفال بقى لقيمة شوية عايزة ترجع تنام عايزة تقعد مع مامتها فأنا هقول للأم دي حاولي تيجي وترقبي من بعيد شو فيه لأنه هو ممكن يضحك عليكي ممكن يقولك لا ده أنا مش مبسوط بس أنت لو روحتي بدري شوية روح يبصي عليه كده وهو قاعد في وعلى فكرة ممكن يلا عنده مشاكل هناك ومش بيقول فهي لازم الأم كل فترة تروح تبص كده تشوف الدنيا فيها إيه وفي كل الأحوال هي لازم تبص تحاول تروح بدري يعني لو هي مثلا بتاخده الساعة ثلاثة تحاول تروح مثلا الساعة ثلاثة إلى ربع وتبص عليه من بعيد تشوف هو بيعمل إيه ده مهم للولد علشان أبقى عارفة إيه اللي بيحصل كنوع من أنواع الرقابة وكمان يعني مهم ليه أنا عشان أرتاح إزاي أعرف إن ابني عنده مشكلة في حضانة لو مش قاعد لي لو مش قاعد لي أول حاجة أنا ابني لما هيرجع أنا هسأله دايما إيه أحلى حاجة حصلت في اليومك وإيه أوحش حاجة حصلت في يومك جملتين سحريتين ليه أنا مش هقول له ها حد دايقك حد زعلك حد مش عارف إيه لأ أنا مش هعمله كده مش هحطه تحت الضغط النفسي ده لعكس أنا هقول له إيه أحلى حاجة حصلت إيه أوحش حاجة حصلت ممكن لو أنا لقيت أي تغير في سلوك ابني لازم أقف يبقى ده معنا في حاجة لو لقيت ابني مثلا كان بدأ إن هو يرجع تاني يعمل تولاد على نفسه لأ ده ده أكبر بالنسبة لي ضوء أحمر لازم أقف عنده يبقى فيه حاجة بتحصل مخوفة الولد ده لو ابتدأ يتهتف الكلام لو ابتدأ بيكش لو ابتدأت أجي مثلا على صوتي ألا إيه بيعمل كده يبقى ده معناه إن هو بيتعرض لحاجة ممكن ما تكونش من المشرفين أنا برضو لو إحنا خصوصا للأطفال الصغيرين لو الأم بتغير له بتاخد باله وهو بيلبس هدومه تبص على جسمه أكيد علشان برضو أحتياط لازم طبعا أم تاخد باله أحتياط بشكل كبير لو أنا ابني بقى خجوله ما بيتكلمش بس أنا حس إحساسي كأم إن فيه حاجة هقول له ارسم ارسم لي يومك في الحضانة هاخد بالي من الألوان اللي هو مستخدمها هاخد بالي فكرة هيلة هاخد بالي من الأشكال روح الرسمة هتبان حتى لو شغبط لو الرسمة فيها الأم هتحس إن دي رسمة فيها حاجة تقلقني لو حتى ما بيرسمش هجيب له ألعاب هجيب له عرايس وقول له ما السلي كده يومك في الحضانة عمل إزاي فدي طريقة تانية برضو إن أنا ممكن أحاول أفهم فيها الطفل اللي ما بيتكلمش كتير طيب لو أنا ابني بيتعرض لتنمر في الحضانة سن الصغير ده سنتين تلات سنين مش هيجي يقول لي ماما ده حصل كذا 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 إيه الأعراض اللي لو بانت عليه أو طريقة المعاملة اللي لو عملها معاه أفهم إن فيه تنمر نحيته في الحضانة برضو هنرجع لنقطة تغيير في السلوك حاجة بتحصل كتير قوي في الحضانات في أطفال بتعود في أطفال بتضرب إحنا مش هندر نتحكم في بيئة كل الأطفال التانية ممكن واحد يكون مامة وبابا سايبين وبيتفرج على التلفزيون لغاية بالليل وتلفزيون في حاجات عنيفة فبييجي يطلع الكلام ده أو مثلا ممكن يكون مامة وبابا شخصيا بيضربوه فبيجي يخرجوا على ابني أنا لو لقيت إن ابني بدأ يبقى عنيف لو لقيت إن ابني بدأ يبقى منطوي هرجع أبص تاني على التغيرات لو لقيت إن ابني أو بنتي جاييني يقولي أنا مش عايزة أروح أنا مش عايزة أروح والنبي ما تودينيش يبقى ساعتها هبدأ إن أنا أستخدم نفس الطرق اللي إحنا قلناها علشان أفهم منه إيه اللي بيحصل إحنا بقى هنا هنعمل إيه إيه دي مش مدرسة وهو مش مراهق فما ينفعش أشتكي لأ ده أنا لازم أشتكي لأنه طفل صغير جدا الحضانة غير المدرسة أكي أنا لازم أشتكي لازم أروح وأتكلم مع المشرفين وأتكلم مع الإدارة لأنه دي يعني مشكلة ومشكلة كبيرة وممكن تأثر على نفسية الطفل ده اللي هو الجزء اللي عليك كمسئولية كأم مع الإدارة تمام مع ابني بقى أعمل إيه أعمل إيه لازم أعلمه يحمي نفسه يشتكي يحكي يحمي يشتكي يحكي وتحت يحكي دي خطوط كتير قوي الزب أنا من الأول خالص هعلمه إنه لازم يجي يحكي لي كل حاجة بتحصل حتى لو كانت صغيرة طبعا قبل ما ودي ابني للحضانة لازم أبقى نفهماه إن جسمه مثلا شيء خاص جداً به ما أنت عاش حد يلمسه عاش حد يضربه أبقى نفهماه حقوقه وواجباته فلما تحصل له حاجة دي بره النطاق اللي هو متعود عليه وبره شيء الطبيعي اللي مامته قالته له صح فهيبدأ إنه هو يجي ويحكي لو حصل له حاجة يشكي هيروح إنه هو يقول للمدرسة أو هيقول للمشرفة ثالث حاجة يحمي نفسه لو المدرسة ما حامتوش هيجي المتنمر يجي حاول يضربه أنا مش هقول له أبداً إضرب بس بعيدوا عنك على الأقل ما تعمل ليش كده ابعد عني اتحمى في صحابك ما تعودش لوحدك فيحمي يحكي يشكي لقمهات اللي بتسمعنا دلوقتي وبتاخد قرار دخول للحضانة نصايح سريعة منك ليه النصايح سريعة لو قدام كل اختيار ما تترددوش دي حاجة بالتأكيد هتكون في صالح أو لا تكون يعني سواء اجتماعياً إدراكياً كل حاجة دي أول حاجة تاني حاجة اعملوا الواجب بتاعكم اتسألوا على الحضانة بصوا عليها كويس وحضروا أولادكم ما تحدفوهمش ما تاخدوهمش هيرة منهم لا صح لازم تحضروهم نفسياً أهم من أي شيء علشان ما يحسوش أنكم تخليتوا عنهم نقول الستات كده أخدوا وقت لنفسكم برضو حقا أنا ياريت ياريت كل الستات ناخد بالها من نفسها وياريت كل الرجالة يتقبلوا فكرة إن الست محتاجة هي كمان هنطلع فاصل ونرجع نكمل حديثنا معيكو استنوا